طبعا نحن نحاول أن نقف اليوم مع الحكومة صف واحد نحن نحتاج إلى تضافر الجهود ما بين الحكومة وما بين البرلمان والتشريع قوانين عديدة جدا من أجل انهاء كل هذه المشاكل على المستوى الخدمي والأمني. هناك مشاكل في المناطق المتنازع عليها. هناك مشكلة فيه كاركوك. هناك مشكلة قانون النفط والغاز. هناك مشاكل كثيرة مرحلة. نحن اليوم نقطة القوة الموجودة في الكابينة الوزارية أو في التشكيلة الحكومية. هو وجود رئيس برلمان عند القدرة والإمكانية. ليست لديها مشاكل مع الشيعة ولا مع الكرد. بإمكانها أن يحل هذه المشاكل بدون أن يرحلها. لأن ترحيل المشاكل يعني تأقيدها أكثر. اليوم نحن يوم 4-12. أنا أختلف مع بعض الضيوف. إذا ما استطعنا اليوم تمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية من أجل الحكومة أن تستكمل منهاجها الحكومة المصوّة عليها من قبل البرلمان. أعتقد أن هذه الحكومة لن تستمر إذا لم يصوّت. لأن البرلمان من رئيس البرلمان لكل الكتل السياسية جاهزة من أجل التصويت على ما تبقى من الوزراء من أجل أن تقوم الحكومة بتنفيذ واجبها وتقديم الخدمات للمواطنين. طيب. حضرتك أشرت إلى مشاكل حتى إقليمية يواجهها العراق في ظل هذه التحديات. هل حتى المشاكل الإقليمية ممكن تؤثر على تشكيلة الحكومة؟ لا أخفيت. طبعا هناك كان ضغط كبير جدا في تشكيل هذه الحكومة. لكن هذا الضغط طبعا على كل الكتل السياسية سواء منها الشيعية أو السنية أو الكتل الكردية. لكن الضغط كان واضح. هو على المكون السني سواء كان هو ضغط من أمريكا أو إيران أو دول الخليج. وكذلك هناك ضغط من دول أخرى. لكن هذه المرة العجيب بالأمر بأن المكون السني لم يقضع له هذه الضغطات. بل وصلت حتى الضغطات إلى مستوى التهديد. لكن لم نقبل بهذه الضغطات. وكانت توجه السيد أو الشيخ خميس الخنجة الرئيس المحور الوطني. بأن نختار هذه المرة المشروع الوطني العراقي البيل أخوة الكرد والبيل أخوة الشيعة من أجل بناء هذا البلد. صراحة هذه الضغطات مؤثرة على تشكيل الحكومة. لكن أنا أتكلم عن المكون بشكل عام. المكون لم يقضع لهذه الضغطات. بل ذهب باتجاه المشروع العربي. وعقد اتفاقات وعلاقات طيبة مع الكرد وكذلك مع الأخوة الشيعة.